الناس اللي بيقولوا ان احنا احتفالنا بعيد الام ده ممكن يوجع حد انا شايف ان لا احنا عايزين نقول للناس ان حتى لو فقدوا امهاتهم هم لسه في ظل امهات كتير وهيجمعوا قلوبهم وهيخليهم يتملي قلوبهم نور وبركة و احنا مش هنسيب الاحتفال بالام عشان بعض الناس اللي حصل لهم اي شكل من اشكال الفقد ده يمنعنا من ده حضرة النبي هو الاسوة بتاعنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة السادسة كان يتيما يتيم الاب والام ومع ذلك هو اللي علمنا ازاي نحب الامهات و عشان كده لازم نفهم ده بشكل واضح و لازم نحس بيه دايما و عشان كده لازم نفهم ان حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قلنا هذا الكلام البديع هذا الكلام الرائع لما قلنا وهو بيسأله الصحابة من أولى الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك احنا عايزين نقول حاجة مهمة جدا ان الأمهات هم أعلى درجة في النساء ليه طيب لان هما جمعوا مسألة الأنوسة و المرأة في قمة الهرم و عشان كده حضرة النبي وضعهم في هذا الترتيب عارفين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الأم و وصفها و قال إن هي أولى الناس بحسن صحابتي ليه تلت مرات و كأنه بيقوله إذا كنت عايز تحب حد حب عميق فيا أمك ليه طيب قال له عشان تلت حاجات الأم دي رمز لتلت حاجات الأم دي رمز للرحمة الأم دي رمز للخير الأم دي رمز للجمال إزاي الكلام ده و عشان كده أمك رحمة أمك خير أمك جمال إزاي ده حضرت النبي مرة كان مار على الجيش فلاقى أم بتمسك الأطفال كلها و تضمها إلى سدرهم فإيه اللي حصل فوجد هذه الأم لغاية ما لقت الطفل و حضنته لفت على الجيش كله لغاية ما لقت الولد و حضنته فإيه اللي حصل فحضرت النبي مش هيسيب اللقطة دي فرحاتت الأم رمز للرحمة فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لهم أرأيتم هذه ملقية ولدها في النار وهي قادرة على أن لا تفعل ذلك قالوا لا والله يا رسول الله قال لله أرحم بالعبد من هذه على ولدها فخلى الأم كل من شوفها نفتكر الرحمة و عشان كده لما الأم تنتقل و ادعو معايا ادعو معايا الأمي الله يرحمها و لكل أمهاتكم و لذلك حضرت النبي قال ينادى منادي إذا انتقلت إذا ماتت أم الإنسان و انتقلت إلى الرفيق الأعلى فينادي منادي ماتت الذي كنت ترحم من أجلها و عشان كده لازم نفهم ده بدقة نفهم إن الأم ده رمز للرحمة و لذلك لازم كده و نفهم ده و وصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن و فيصاله في عامين لازم نفهم إن هي عانت و تحملت ده و لذلك أمك حمل أمك رضاع أمك تربيه و عشان كده لازم نفهم ده الأم كمان رمز للخير رمز للخير لما حضرت النبي بيقول ماتت الذي كانت ترحم من أجلها يعني هي اللي بتفيد بسببها بييجي الخير و يسيل في حياتك فيه أوقات كتيرة بنحس إن كانت أمينا بتحسسنا بالوسع حسسنا بإن الحياة مختلفة إن الحياة منورة الأمهات بتعمل كده دايماً الأم هي رمز للخير هي اللي بتعلمك القيم هي بتعلمك كل حاجة حلوة و عشان كده كانان كمان أمك خير أنا متذكر إن أمي رحمها الله هي أنا مدين لها بكل قيمة أنا تعلمتها في حياتي لإنها كانت بالضبط هي نبع للطيابة الأمهات هي اللي بتعلم البنى آدم إنه يبقى طيب بتعلمه إنه هو يبقى خير هي اللي بتقوله روح صلي هي اللي بتقوله لو سمحت خليك مع الناس شخص لين شخص هين كذلك أمك التالتة رمز للجمال فالأمهات هي اللي بتعلمنا القيم اللي بتخلينا عندنا جمال في الباطن زي ما عندنا جمال في الظاهر الحقيقة إن الأم ستظلها كذا رمز للرحمة والخير والجمال أنا شايف إن إحنا محتاجين إن إحنا نكتر من الكلام عن الأمهات وخاصة الأمهات الشيهانة الأمهات اللي بتقوم بالعمل الأمهات اللي أنا متصور إنهم لازم يعلمون جزء من مفهوم الرجولة الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلا نحيانه حياة طيبة وقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه اللي حاصل إن الأمهات جزء من الرجالة الرجولة مش نوع الرجولة منذكورة كذلك الأمهات الصادقات اللي بيحاجوا على البيوت وسنظل ظاهرة أنا شايفها شايفها في مركز الإرشاد الزواجي إن إذا عملنا نسبة وتناسب من الأكثر حرصا على البيوت الأمهات بيعيشوا عشان ولادهم وبيحتحملوا عشان ولادهم أنا ما بقولش إن التحمل والأسية لازم يواجب عليهم لكن أنا بقولك قدي إيه بيبقى الشعور عند الأمهات وقدي إيه بيتحملوا وعشان كده كان لازم نفهم ده بشكل واضح المصرين عشان حب أم للأمهات عملوا عيد الأم وعيد الأم ده كان عندهم في معاني تانية بيغزلوها إذا كنت بتحب حد زود حبك وعشان كده بقى عندهم فكرة الهدية في عيد الأم بعض الناس يقولوا ده بدعة بدعة إيه لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من أولى الناس بحسن صحابتي وإزاي تبقى بدعة وحضرت النبي قال تهاد وتحب حاول دايما طول الوقت تزود حبك لأمك طيب إذا كانت أم انتقلت كمان إهديها هدية إهديها عمل صالح يوصل لها ويوصل ويبقى نور لها في قبرها سواء كان دعاء سواء كان عمل انت عملته كمان ممكن تهديها وتقولوا انت في نهاية هذا العمل اللهم هب مثل سواب عمل الصالح لأمي يا سادة احنا لازم مثل هذه الأيام ندخلها في مفهوم وذكرهم بأيام الله كل واحد فينا محتاج يوم يوقزه لأهمية المحبة لأهمية القرب كلنا محتاجين ان احنا نجدد حبنا لأمهاتنا ونجدد حبنا لربنا من خلال حبنا لأمهاتنا الأمهات يا سادة ركن القلوب الأمهات هم الحنان هم الدفا الأمهات مش بس نعمة الوجود الأمهات نعمة المدد ربنا خلنا فيه أمومه عشان نحس بمدده سبحانه وتعالى مدده اللي هيفضل معانا طول العمر والأمهات بتضع ايديها جوه قلوبنا وبتعلمنا ازاي يكونوا الوصل بربنا اشتركوا في القناة